الإجهاض من أهم قضايا الانتخابات في أريزونا الناخبون يصوتون على تعديل في دستور الولاية يوسع من صلاحيات متخصص الرعاية الصحية في إجراء عمليات الإجهاض هذا التصويت يأتي بعد فرض الولاية حظراً على عمليات الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل إلا في حالات الطوارئ ما أثار معارضة الكثير من الداعمين لحقوق المرأة في أريزونا بصفتي إمرأة أود أن أقول للعالم أن رعاية الإجهاض لا تتعلق بمجرد الرغبة في التخلص من الحمل لكنها تعني الرعاية الصحية الشخصية لقد اضطررت لإجهاض حملي قبل 18 عاماً ولولا أن المتخصصين الطبيين كانوا قادرين على توفير رعاية الإجهاض التي كنت في حاجة إليها في تلك اللحظة لا أعرف ما إذا كنت سأتمكن من إنجاب طفل ثاني وهو ما يحدث الآن فالأطباء لا يستطيعون توفير المساعدة الطبية اللازمة للنساء والمرأة هي التي تعاني من العواقب داعم التعديل الدستوري في الولاية يرون قضية الرعاية الصحية للنساء أشد حساسية بالنسبة للفئات الهشة وبخاصة للمهاجرين الموجة الجديدة من المهاجرين يتم تجريدهم من كرمتهم وإنسانيتهم لأنهم عندما يقدمون أنفسهم عند ميناء الدخول لا يتم استقبالهم بترحاب بل يتم وضعهم في مراكز احتجاز وتتشتت العائلات وتعاني الحوامل بسبب الافتقار إلى الموارد وعدم وجود رعاية جيدة قبل الولادة هذا يؤدي إلى حاجتها لاحقاً إلى رعاية الإجهاض في حالات كثيرة لكن على الجانب المقابل يرى آخرون مثل جون جابرييل كاتب هذا المقال أن التعديل الدستوري المقترح قد يذهب إلى أبعد مما ينبغي حيث يمنح إعفاءات واسعة النطاق واستخدمت فيه لغة غامضة قد تسمح لمتخصص الرعاية الصحية من غير الأطباء البشريين بإجراء عمليات الإجهاض ويمثل النساء والمهاجرون كتلة تصويتية بالغة أهمية في أريزونا إحدى الولايات المتأرجحة يظل الجدل حول الحصول على الإجهاض في قلب الصراع السياسي في أريزونا حيث يستثمره أنصار كلا الحزبين في محاولة التأثير على الناخبين المترددين للتصويت لصالحهم علي جمال الدين الحرة من مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية